اشتركوا في القناة نتكلم على أحمد الغندور هو حكم الموراه أحمد حسام طه الحكم مساعد الأول يوسف البساطي حكم مساعد اثنين الحكم الرابع مبروك نبيل وعلى تقنية الفار طريق مجدي هنا شايفين طريق مجدي ومصطفى الشوحسي الغندور النهاردة موجود لتكلم على الغندور كابتن وماذا فعلت صفرة الغندور هذا المسلم مع الناد الأهلي ولعب كان مباراة يعني الحساسات دي كلها مهمة قوي قوي أن الجمهور الناد الأهلي يعرفها قبل المباراة نتكلم على كابتن أيمن الغندور لعب حتى هذه اللحظة ست مبارات ناد الأهلي الحكام احنا قلناهم لعب ست مبارات هذا الموسم حتى هذه اللحظة دور كله في المسابات المختلفة أو في الدورة بس؟ لا في الدورة بس في الدورة بس يمكن لها في كاس الرابطة لكن أنا أتكلم على مسابقة الدورة العام هو لعب ست جولات من ضمنهم مباراة قبل كده كانت مباراة ناد الأهلي وناديت بلدية المحلة وأجدت فيها و ما عندهش مشاكل خالص و ما عندهش أخطأ فيها كانت مباراة طبعا ناتجاتها كانت سهلة 5 كانت 5-1 و ما كانش عنده أي صعوبات فيها. طيب هل مباراة بلدية المحلة كتن أيمان والأهلي. احترامي طبعاة بلدية المحلة لا. نادي كبير. زي مباراة الأهل الإسماعيلي. مباراة الأهل الإسماعيلي دايما ونحن نقول دايما بتبقى مباراة لها طبيعة خاصة. لها طبيعة خاصة كتن أيمان. ونمكن حكمتها كتير. لا. يعني أعز أقول أن أول اختبار حقيقي هذا المسلم لحمد الغندور. يا أحمد. هل زي مباراة بالنسبة لك أنا من وجهة نظري. أنه ده أول اختبار حقيقي لك كتحكيم في هذه المباراة. المباراة كبيرة جدا. يعني هي تأتي بعد مباراة الأهل والزمالك. مباراة الأهل الإسماعيلي. فبنتكلم على أحمد الغندور. ماشي كويس قوي كابتن أيمان. هذا المسلم ما عندهش أي مشاكل تحكمية. ماشي بخطة سابتة. أتمنى نكلم على الغندور. أن النهاردة يحمد عاوزين العدلة على الفريقين. ومش عاوزين التواطر. عاوزين الهدوء. وكابتن أيمان هشوفنا الحاكم الفرنس مبارح. وده أنا المثالية والكفاءة. ناموزك في كل حاجة. هدوء حاكم مش فتوش. احتسب راكتين جزاء بدون تدخل تقنية الفر وأسهل ما يكون التوقع والقراء والتمركز والمهارات الفنية حسب راكتين جزاء للريال وحسب راكتين جزاء للبيرن محدش تدخل ولا الفر تدخل لم يشعر أحد بالحاكم الفرنسي. أنا بقوله أن الحاكم ده نموزك إحنا كمان بنتعلم منه كابتن أيمان. مش عيب. قد مباراة صعبة جدا بتحكيم سهل. وأنا قلت كلمة جميلة جدا من برحة. قلت التحكيم سهل وأسهل ما يكون مع الحاكم الفرنسي. النهاردة أبو الأحمد مباراة صعبة ولكن زي ما قلت دايما الحاكم بسهل المباراة على نفسه. نروح لي. الاخراج والإعداد بيقولولي أنه هو هو ده نفس الحاكم اللي حاكم ماشي الأهلي وللا السعودي أربعة واحد. في كاسر العالم الأهلي. آه 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 آه. كابتن يعني أنا بقولك مباراة أنا بستمتع بقى ذه الحاكم. نفسي نفسي يا كابتن أيمان أربعة صفر مش اربعة واحد. نفسي نشوف نشوف حكامنا ما تبقاش نازل متوتر ولا عليك حمل ولا لود. حاكم ومتع نفسك واستمتها ومتع الجماهير. ده اللي احنا عاوزين نشوفه. صحيح. نروح لي أحمد حسام طه. حكم طبعا دولي كبير أحمد حسام طه. لعب مباردة من النادي الأهل كتيرة. واعتقد إن شاء الله. ها يكون لي نصيف فيه كاس عالم اللي جاي. هو أحمد أبو الرجال. محمود أبو الرجال. ها النهاردة هو أحمد حسام طه. نهاردة مشاعد رقم واحد جابتين أيمن. حكم شطر جدا جدا. ماشي بخطة سابتة. ومعندوش أي مشكلة اللي احنا شايفون هو اللي في النص هو. نروح لي يوسف البساطي. نفس الشيء ماشي كويس يوسف البساطي. ما بينزلش مستواه ماشي بخطة سابتة. طارق مجد. وطارق مجد ده النهاردة على الفار عليه شغل كبير أوى طارق. طارق النهاردة هو حكم فار كبت. يعني حكم دولي فار. من حكام شطرين حكم للأهل في الميدان. مباردة لأهل وإنبي. وعمل مباردة كويسة أوى أوى أوى. تقريبا طاقم التحكيم بالكامل. سواء حكام الميدان أو حكام الوار. منرجع المباردة لأهل. هل لا أنهم عاملوا مباردة كويسة أوى أوى أوى. طيب النهاردة إيه الموضوع أكد نعيما؟ أنا أتمنى. زي ما قلت. زي مباردة مباردة صعبة كحكميا. ربنا سهل عليكم المباردة تفتح. والأمور تبقى سهلة وتتسهل عليكم. أتمنى ذلك. ولكن لن نتأثر بأي شيء. لن نتأثر بأي ضغوط. عايزين نستمتع بتحكيم. يبقى في العدلة على الفريقين. بقول لأحمد. يا أحمد أنت حمدش كويس يا أحمد. زي ما قلت تاني يا أحمد بقولك. مباردة اختبار حقيقي لك أول مباردة. يعني تلاقيت ستة في دولة ممتاز. ولعادة فرقكس الرابطة قبل كده. ممكن مبارتين. هذه مباردة هي أول اختبار حقيقي للغندور. إن شاء الله. ممكن أنا واثق إنه هو. يعني هينجح كابتن لأحمد. زي ما قلت الفترة اللي فاتت ماشي كويس قوي قوي. للتحكيم كله إن شاء الله. أنا تمنى التوفيق كابتن أيمن. وتمنى أرجع بقى بعد المتش. مش عاوز حالات سلبية. يعني عاوزين نيجي نقول كله إيجابيات. ده أنا أتمنى كابتن الأيمن. كلنا أتمنى كده كابتن. إن شاء الله. وبشكرك إن شاء الله بالتوفيق لتقم التحكيم في المباردة. يا رب مر شاء الله. شكرا جزينا يا كابتن. ولينا القايا بعض المباردة. والأهل كسبان إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزينا يا كابتن ناصر. كابتن ناصر تكلمنا عن تقم التحكيم وصوابة المباردة. وهي المباردة صعبة. لأن المباردة بين النادي الأهلي ونادي إسماعيلي. هي دي من كلاسيكيات الكرة المصرية. يعني عندما تيجي نتتكلم أن نتتكلم عن أهلي زمالك. أهلي إسماعيلي. أهلي مصري. المتشيات دي لها طبيعة خاصة. ديها طبيعة خاصة عند اللاعبين وعند الجماهير أيضا فالمباراة فيها درجة من الصعوبة لحكم المباراة كل اللي نتمناه العدالة العدالة بس لو اتكلمنا على النحية الفنية احنا عارفين الفوارق حتى لو كانت كبيرة بين الفرقتين لا الماتش ده زي ما بقول لحضراتكم لا ماتش قنبة زي ما يكون ماتش كاس دايما ماتشات الأهلي والإسماعيل كده كرة مفتوحة وكرة حلوة واللعابة تحب دايما العابة النادي الآن تحب دايما الماتشات المفتوحة وتحب دايما تلعب قدام النادي الإسماعيل نادي إسماعيلي مهما كانت الظروف أو مهما كانت حالته لأن الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا نادي إسماعيلي بيمر بظروف صعبة جدا 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 يمكن السنة دي يمكن السنة الوحيدة من الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا أن فيها بعض الاستقرار الفني أو فيها استقرار فني كابتن إيهاب جلال مسك من بداية الموسم ولكن النتائج مش هي اللي جمهور عايزها ومش هي اللي تناسب نادي الإسماعيلي ولكن فيه استقرار فن الفروات عالية ولكن مبارا صعبة لأنها بين نادي الأهلي ونادي الإسماعيلي وزي ما قلنا لحضراتكم المشاد دي لها طبيعة خاصة مباريات تعتبر مباريات بطولة مباريات كؤوس مباريات بتنتظرها الجماهير مستنيها كلها سواء جمهور النادي الآلي أو جمهور النادي الإسماعيلي ودايما عندهم الرغبة إن فرقتهم تفوز إن شاء الله المكسب النهاردة يكون للنادي الآلي هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل ونستقبل الزميل العزيز محمد الباز لتحليل بقى أرقام الفرق